إن التعلم يغيرنا، وهو يفعل ما يفعله كل غذاء لا يؤمن البقاء فحسب، كما يعرف الفيزيولوجي، لكن هناك في داخلنا، في عمق أعماقنا، شيء لا يمكن تعلمه، صخرة قدر عقلي لقرارات محددة مسبقاً، وأجوبة عن أسئلة محددة مسبقاً، وأمام كل مشكلة أساسية، يتدخل ذلك الشيء الذي يقول ذاك أنا، فحول المرأة والرجل مثلاً، ليس هناك ما يمكن للمفكر أن يعيد النظر في تعلمه، بل هناك شيء يجب أن يمضي في تعلمه حتى النهاية، أن يتم اكتشاف ما هو ثابت لديه، ونحن نجد في الوقت المناسب حلولاً لمشاكل تجعلنا أقوى إيماناً، ربما نسمي تلك الحلول منذ ذلك الحين قناعاتنا، لكننا لن نرى فيها فيما بعد سوى آثار أقدامنا على الطريق إلى معرفة ذاتنا، وعلامات تقودنا إلى المشكلة التي هي نحن، أو على الأصح، إلى الحماقة الكبرى التي هي نحن، إلى قدرنا العقلي، وإلى ذلك الذي لا يحصل بتعليم، هناك في عمق أعماقنا، وبسبب هذا اللطف الكبير الذي تعاملت به الآن مع نفسي، ربما يسمح لي أن أصرح ببعض الحقائق حول المرأة في ذاتها، مع افتراض أن الجميع على علم مسبقاً بأنها ليست شيئاً آخر سوى حقائق الخاصة، تريد المرأة أن تصبح مستقلة، ومن أجل ذلك تشرع في تنوير عقول الرجال حول المرأة في ذاتها، وهذا أسوأ أشكال تطور القبح العام الذي يغزو أوروبا، إذ كم من أشياء ستكشفها المحاولات الرعناء للعلم الأنثوي والتعرية الذاتية؟ فللمرأة دواع عديدة للخجل، في خفايا المرأة الكثير من الحذقة والسطحية وطباع المدرس والوقاحة المبتذلة والاستهتار الحقير والغرور، لننظر فقط في علاقتها بالأطفال، التي ظل يكبح جماحها الخوف من الرجل ويقيدها على أفضل وجه، والويل إذا ما وجد ذلك المذجر الأبدي، تحريف لعبارة الأنثى الخالدة المعروفة، وهو وفير لديها، إمكانية لكي يجرؤ على الظهور، وإذا ما شرعت في التخلي جوهريا وبصفة جذرية عن مهارتها وإتقانها لفنون الدلال واللعب، وصرف المشاغل وتخفيف الهموم وأخذ الأمور مأخذا مرحا، وعن مهارتها في كل ما يتعلق بالرغبات المحببة، وإننا لنسمع منذ الآن أصوات نسوية بدأت تعبر عن نفسها بصوت مرتفع يبعث على الذعر، أليس من سوء الذوق بما لا يقارن أن تجهد المرأة نفسها على هذا النحو كي تتشح بوشاح العلمية؟ فمسألة التنوير والمعرفة ظلت حتى الآن لحسن الحظ شأنا رجاليا وموهبة للرجال، وهكذا ظل المرء بين ذويه دوما، ويحق لنا بالأخير إزاء ما تكتبه النساء عن المرأة أن نعبر عن ارتياب مشروع فيما إذا كانت تريد حقا أن تكون موضوعا للمعرفة وتستطيع أن تريد ذلك، وإن لم تكن تبحث لنفسها من وراء ذلك بالأحرى عن حلية جديدة وأعتقد فعلا أن التزين من خصائص الأنثى الخالدة، تريد إذن أن تثير الخوف من نفسها، وربما تريد من وراء ذلك السيطرة، لكنها لا تريد الحقيقة، إذ أي شائن للمرأة في الحقيقة، فلا شيء أغرب عن المرأة منذ البدء، ولا شيء ينفرها ويثير عدوانيتها مثل الحقيقة، إن فنها الأكبر يتمثل في الكذب، وأرقى ما يشغل اهتمامها هو المظهر والجمال، لنقر بهذا نحن الرجال، إننا نحب هذا الفن بالذات، وهذه الغريزة الأنثوية بالذات، نحن الذين نتحمل مهمة شاقة، ومن أجل التخفيف والترويح عن أنفسنا، نحبذ معاشرة كائنات لملامسة أيديهن ونظراتهن وحمقاتهن اللطيفة، ما يجعل جديتنا وثقلنا وعمقنا تبدو لنا أشياء شبيهة بالجنون تقريبا، وفي الختام أطرح هذا السؤال، هل حصل أن أقرت امرأة في يوم ما بالعمق لعقل امرأة وبالعدل لقلب امرأة؟ أوليس صحيحاً أن المرأة في العموم ظلت حتى الآن محتقرة من قبل المرأة نفسها في أغلب الأحيان، لا من قبلنا نحن، أما نحن الرجال، فكل ما نتمناه هو ألا تستمر المرأة في كشف ما يفضحها من خلال ما تقوم به من استكشاف لنفسها، إنه نفس التعطف الرجالي والرفق بالمرأة الذي جعل الكنيسة تسن لتمسك المرأة عن الكلام داخل الكنيسة، وكان من صالح المرأة أيضاً أن أمر نابليون مدام ديستايل وكانت ذربة اللسان لتمسك المرأة عن الكلام في السياسة، وأعتقد أن من كان صديقاً حقيقياً للمرأة سينادي بهن اليوم لتمسك المرأة عن الكلام عن المرأة، سيكون ذلك دليلاً عن فساد في الغريزة، نهيك عن كونه فساداً في الذوق، أن تتخذ امرأة مرجعية لها في مدام رولاند أو مدام ديستايل أو ميسيو جورجس هاند، كما لو أن في ذلك ما يدل عن شيء لصالح المرأة في ذاتها، في نظر الرجال تمثل الحالات الثلاث المذكورة أن نماذج الثلاثة للمرأة الشاذة ذاتها ليس أكثر، وهن بالذات الحجة المعاكسة لللا إرادية ضد تحرر المرأة والاستبداد الأنثوي، الغباء في المطبخ، المرأة كطباخة، ويا للإهمال الشنيع الذي يعد به طعام العائلة ورب البيت، إن المرأة لا تعرف ماذا تعني التغذية وتريد مع ذلك أن تكون طباخة، ولو كانت المرأة قادرة على التفكير لكان بوسعها كطباخة على مدى آلاف السنين، أن تكتشف حتماً المسائل الفيزيولوجية الأساسية، وأن تكتسب فن المداوات، فبسبب الطباخات السيئات والافتقار الكلي إلى الحكمة في المطبخ، تعطل تطور الإنسان لأطول ما يمكن من الزمن، ولحق به أسوأ ما يمكن من الضرر، وليست الأمور أفضل حالاً اليوم مما كانت عليه من قبل، كلمة لبنات الطبقة الراقية، هناك صيغ تعبيرية وومضات عقلية، وهناك مقولات وقبضة من كلمات تتكثف داخلها حضارة بكليتها ومجتمع بأسرح، من بينها تلك الكلمة التي ألقت بها مدام ديلون بير إلى ابنها، عزيزي لا تسمح لنفسك إلا بالحماقات التي تمنحك متعة كبرى، وهي بالمناسبة الكلمة الأكثر أمومة وذكاء مما قيل لابن مطلقاً، لا أشك في أن كل امرأة نبيلة ستعارض رأي كل من دانتي وغوتا حول المرأة، الأول بقوله كانت تنظر إلى الأعلى وكنت أنظر إليها، والثاني الأنثى الخالدة تسحبنا إلى الأعالي، ستعارضه لأن لها الرأي نفسه حول الذكر الخالد، سبعة أقوال مأثورة عن النساء، إن خر لك الرجل راكعاً، ذهب عنك أثقل الضجر، العمر للأسف، والعلم أيضاً، يمنحان قوة لأضعف الفضائل، العباءة السوداء والصمت أفضل كساء لكل امرأة، لمن يعود الفضل في سعادتي، لله ولخياطتي، شابة مخزن أزهار سرية، عجوزاً مخبأ تنين فضيع، اسم نبيل وقوام رشيق، ورجل إضافة إلى ذلك، آه ليته لي، حديث قصير ومعنى واسع، جليد زلق للجحشة الغبية، ظلت المرأة تعامل من قبل الرجل حتى الآن، كعصفورة وقع عليه خطأاً من سماء ما، شيء رقيق، هش، متوحش، عجيب، لذيذ، مفعم أحاسيس، لكنه شيء يجب أن يحبس في قفص، كي لا يطير ويفر، ترجمة نانسي قنقر